مرحبا بكم مشاهدي مريم تيفي وما كنتم عم تابعونا بلبنان وبالعالم وانلاين حلقة جديدة وموعد جديد نطلق معكم يوم الثانية 29 تشين الثانية 2021 أنا بدأتمنلكم بداية أسبوع مفعمة بالأمل رغم كلها السودوية اللي عم تحيط فينا بداية مشاهدينا رح نتوقف أنا وياكم عن شرح عن رسول المسيح يحنى الملقب بالنصر اللهوتي يحنى بنو زبدة النصر اللهوتي من يقرأ إنجيل يحنى الرسول يلاحظ تمايزا بينه وبين الأناجيل الثلاثة متى ومرقص ولوقة هذا التمايز جعل كاتبه يلقب باللهوتي وقد أعطي هذا اللقب في الكنيسة الأرتودوكسية لثلاثة أشخاص فقط وهم القديسون يحنى الرسول جريغوريوس النزينزي وسمعان اللهوتي الحديث وهذا لا ينفي طبعا وجود قديسينا كبار في كنيستنا واللهوتي في الكنيسة بحسب تعليم الأباء القديسين هو المتكلم بالإلهيات وهو المصلي لأن اللهوتي نبق بالروح القدس رمز يحنى الإنجلي هو النسر لكونه حلق في اللاهوت وهذا هو سبب وجود النسر في إيقونات له فهو كتب عن العلاقة الجوهرية بين الآبي والابن بإسهاب وعمق كبيرين وهو أيضا معروف بالتلميذ الحبيب كما عرف عن نفسه في إنجيله التلميذ الذي كان يسوعا يحبه اسم يحنى عبري يجمع بين يهوى أي الكائن وهو الصفة التي كشفها الله عن ذاته عندما سأله موسى النبي عن اسمه أمام العلاقة الملتهبة وغير المحترقة وحنان أي النعمة والحنان والرأفة واللطف والرحمة وفي الاتجاه ذاته يأتي اسم حنة ليأخذ المعنى مداه في صرخة أوصنة التي تعني يا رب خلصنا والتي وردت في كتاب المزامير آه يا رب خلص آه يا رب أنقذ وهذا أيضا ما كان يصره به الجمع عندما فرشوا ثيابهم في الطريق أمام يسوع الداخل إلى أرشليم قائلين أصنى لابن داود مبارك الآتي باسم الرب أصنى في الأعالي فكلمة أصنى في أصلها اللغوي تعني يا رب خلصنا نشكر المركز الأنطاقي الأرثودوكسي للأعلام على تزويدنا دايما بالفيديوهات كيف رح يكون طاقس بداية الأسبوع نتعرف سوا بحالة الطاقس مشاهدين أطاقس يوم الثانين بحسب تقرير مصلحة الأرصاد الجوية غائم إجمالا بصحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة على السحل بالنسبة لدرجة الحرارة فعم تتراوح بين 17 و 25 درجة من بعد حالة الطاقس رح روح أنا وياكم لباقة بين الأخبار بفقرة متفرقات بيقول أخبارنا مشاهدين على اليوم بلنا نبارك للدكتورة فادية كيوان بحيث جدد المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الثقة بالأستاذ الدكتورة فادية كيوان لفترة ولاية تانية بمنصب المديرة العامة للمنظمة مؤكد ثقة الكبيرة بيها لبنان وكفاءة الدكتورة فادية لأثبت جدرتها وجدارة كبيرة بإدارة المنظمة رغم كل التحديات فلما بيعرف مشاهدين منظمة المرأة العربية هي منظمة حكومية تعمل بإطار جامعة الدول العربية ومقر مصر من أبرز أهدافها سريعا تحقيق تضامن المرأة العربية باعتبار ركن أساسي للتضامن العربي كمان تنمية الوعي بقضايا المرأة دعم التعاون والتبادل المشترك للخبرات بمجال نهود المرأة إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات والخطط السياسية وخطط التنمية كمان تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة وكمان النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة ومنعود ومنجدد مباركتنا لدكتورة فادية كيوان من بعد ما حكينا عن دكتورة فادية كيوان رح نرجعنا ويكون للموضوع الأبرز هلأ اللي هو حملة الستة عشر يوم اللي بدأت يوم خميس الماضي بخمسة وعشرين تشين الثاني ورح تمتد لعشرة كانول الأول عشرة ديسمبر هذه الحملة اللي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة هي حملة لمناهدة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومثل ما نعرف فيروس كورونا كوفيد 19 زاد وقدى لارتفاع وطيرة العنف القائم على النوع الاجتماعي أو حتى العنف بشكل عام على المرأة بحيث كشفت العديد من التقارير وأبرز التقارير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة استنادا لبيانات جماعاتها من 13 دولة منذ تفشي جائحة كورونا أنه 2 من بين 3 نساء تعرضوا بشكل مباشر للعنف أو حتى سمعوا عن نساء عب يتعرضوا للعنف وكمان أضاف التقارير أنه 1 من بين 10 نساء ذكرت أنه الضحية أو ضحايا العنف بلغوا الشرطة أو حتى طلبوا المساعدة لهيك مشاهدينا منذ أن بدأت الحمل منذ أن أطلقتها هيئة الأمم المتحدة الخميس الماضية نشأت العديد من المبادرات حول العالم لفرج التضامن مع حملة 16 يوم رح نروح أنا وياكن بجولة سريعة لبعض الدول بحيث أعلن مركز الأعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية عن إطلاق حملة 16 يوم ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك بطبيعة الحال دعما لحملة الأمم المتحدة المماثلة وبهذا الإطار رح يدعم مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية الحملة العالمية من خلال المشاركة بأنشطة إعلامية من خلال التعاون مع شخصيات بارزة من المنطقة وكمان أصدر 16 منشور منفصل بيهدف للتوعية على وسائل التواصل الاجتماعي دعما ب 16 يوم من الحملة وكمان تحدي المواقف تجاه العنف القائم على النوع الاجتماعي إضافة لتشجيع المجتمعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على العمل لحماية النساء والفتيات بالإضافة لذلك الحملة رح تكون عا بتسلط الضوء على التمويل البريطاني بهذا المجال من بريطانيا بروح أنه يكون مشاهدين على دولة الإمارات بحيث عم تشارك دولة الإمارات بحملة 16 يوم كذلك لمناهدة العنف ضد المرأة العنف القائم على النوع الاجتماعي وليه تنطلق هذه السنة تحت شعار لون العالم برتقاليا بإضافة عدد من أبرز معالمها باللون البرتقالي مثل برج خليفة وكبة ساحة الوصول بمعرض إكسبو 2020 دبي وبرواز دبي ونرجع نذكركم مشاهدينا هذه الحملة انطلقت بـ 25 تشين تاني ومستمرة حتى 10 ديسمبر من دولة الإمارات مننهي أنه يكون جولتنا مشاهدينا بمصر وتحديدا بالإسكندرية بحيث قامت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإضاءة مبنى المكتبة باللون البرتقالي للسنة الرابعة على التويل المتبع منشوف بالصور كمان بمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة أضاقته يوم الخميس الماضي بـ 25 تشين تاني وكمان رح يتم إضاءته مرة تاني يوم الثلاثة الموافق بـ 30 تشين تاني 2021 مشاهدينا بي نهاية حديثنا عن حملة الـ 16 يوم أنا بشجعكم أن تكونوا عم تستغلوا هذه الحملة لتوعوا غيركم لتسمعوا أصص غيركم أو حتى إذا كنتوا من الناجيات أو من المعنفات من الضحايا أن تكونوا عم تحكوا وتشاركوا أصصكم وتلهموا غيركم وما تخافوا ما تضلوا سيكتين من بعد جولتنا على حملة الـ 16 يوم رح روح أنا ويكون للحالة الصحية بلبنان وبالعالم أكيد مع متحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون أكيد اللي رح يطبع عام 2022 بحال انتشاره بكثافة وبحيث عبي أكد للأسف العديد من العلماء حول العالم انتشاره في الأشهر المقبلي فيما يخص لبنان والمتحور الجديد غرد وزير الصحة في رأس أبيض على حسابه عبر تويتر عن متحور كورونا الجديد اللي بيقود أصله لجنوب أفريقيا وبلجيكا وهونج كونج وغيره من الدول مشير إنه لبنان ما عنده أي رحلات مباشرة من جنوب أفريقيا أو حتى الدول المجاورة وعدد قليل جدا من الركاب يأتي من هذه الوجهات مؤكد إنه جميع الركاب اللي عم بيروحوا أو حتى عم بيوصلوا للبنان عم بيخضعوا لفحص الPCR وكمان من المتوقع مشاهدينا إنه تكون عم تجتمع نجنة الأمراض المعضية يوم الثانين صباح اليوم الثانين ليكونوا عم بيناقشوا حال فيروس أو متحور الجديد لفيروس كورونا ليشوفوا التدابير اللازمي فيما يخص الرحلات الجوية بين لبنان والمناطق المنتشر فيها المتحور الجديد لهيك منكون وصلنا مشاهدين على نهية فقرة المتفرقات من بعد المتفرقات رح روح أنا وياكم لإنترناشنال دايز 30 تشرين الثاني يوم أحياء ذكرى جميع ضحايا لحرب الكيميائية قرر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حذر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين أن يكون يوم 30 تشرين الثاني نوفمبر يوماً لأحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية احتفال يتيح الفرصة لتأبين ضحايا الحرب الكيميائية والتأكيد مجدداً على التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القضاء على أسلحة الدمار الشامل وتعزيز أهداف السلم والأمن والتعددية من بعد الانترناشنال دايز رح روح أنا وياكم مشاهدين على تيبس باعي عماد أبو خليل مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع نصيحة جديدة نصيحتنا لليوم هي عن اللينكتين اللينكتين هو من أبرز السوشال ميديا الموجودين واللي هي بالتحديد وسائل التواصل الاجتماعي في عنا فيسبوك في عنا انسجرام في عنا هولي كلهم بس لينكتين على المستوى المهني هي الأبرز بيناتهم هي أكتر مطرح نحنا فينا نتعرف على ناس إن كان بنطاء العمل طبعنا أو إن كان بالشرك اللي نحنا عابلنا أن نكون عم نقدم عليها أو عم نشتغل فيها لينكتين كمانا بساعدنا أنه نلاقي شغل بطريقة أكتر مهنية أكتر بروفرشنوم شوفينا نعملت يكون نحنا عنا لينكتين بروفايل يعني حساب موجود على اللينكتين وهو يكون عم بساعدنا نتعرف على العالم بطريقة مهنية وبالتالي كمان نكون عم نقدم على شغل أول شي ضروري يكون موجود على اللينكتين هو صورة لقلنا بروفاشنول ويمكن مع ابتسامة بسيطة اللي بتفرجي أنه هذا الشخص ممكن شوية نتقرب منه ويكون شخص ممكن نقدر نتفاعل معهم هيدا أول شي حاولوا هيدا الصورة تكون من الكتاف وطلوع مع ضحكة بسيطة وهيكي بتكون هيدا الصورة بروفاشنول نمبر تو بنا نتعامل مع اللينكتين أول شي بطريقتين أول شي هو البروفيل طبعنا الحساب طبعنا يكون كأنه أكتر أزيادية طبعتنا أو الرزومي طبعتنا لأنه في كتير من الشراك وكتير من الـ HR ما رح يطلبوا مننا نبعط رزومي أو رح يطلبوا مننا نبعط هيدا السير الزيتية من بعد ما يشوفوا اللينكتين طبعنا وبالتالي ضروري يكون اللينكتين تبعنا وين عم نشتغل وين نشتغلها بالماضي والسيرتيفكتز تبعالاتنا والخبرات تبعالاتنا موجودين كأنه نحن عم نقدم سيفي عم نعبي كل التفاصيل كأنه عم نعبي سيفي لأنه هذا الشي لما نحن عم نعمل قاد عم نزيد عم نضيف HR على النتورك تبعتنا على الشبكة تبعتنا هذا الشي لما هني يشوفوا البروفايل تبعنا بساعدهم هني يعرفوا عنه أكتر قبل ما نحن حتى نقدم على الشغل والشغل الثاني اللي فينا نعملها على لينكتين أنه نخلق ونكتب بوستيت بتعبر عن المجال اللي نحن مختصين فيه هذا الشي بيخلي الباقيين مثل HR أنه يشوفوا خبراتنا ويشوفوا معلوماتنا قبل ما يحكونا وقبل ما نحكيونا لأنه هني عم يشوفوا نحن كيف نفكر وكيف منكتب هذه كانت نصحتنا لليوم منشوفكم المرة الجاي بنصيحة جديدة أكيد نحن بنشكر عماد أبو خليل على التبس اللي دايما بيقدمنا إياهون فقرتنا الصباحية وصلت لنهاياتها مشاهدينا رح نتوقف معاية اليوم مع جوزيف حولي ومنوعاتكم بضيوف ومواضيع أكيد بتهمكم تابعونا وشهد يوحن قائلا إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء تستقر عليه وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله